كنا نقول انه او الاسئلة اللي جات في بالي ايه بقى طيب لو هو هيتزوج وهو في الغربة يستأذن ولا ما يستأذنش يعني يستأذن زوجته الاولى ولا ما يستأذنش ادي واحد السؤال التاني طيب ولو خلصت الغربة دي وهيرجع بلده اظن اظن زي ما حدك بقى ذكرت كده ما ينفعش هادي الزوجة تقعد من غير زوجها اكتر من اربعة تشهر فحجم اتنين اما هو كل اربعة تشهر يروح لها بلدها ده على الاقل يعني يا اما هي لازم تبقى موجودة معاه في نفس دات البلد ولا يكتفي فقط بالانفاق عليها وإلا بقى اظن كده ما يبقاش جواز يبقى هزار يعني ولا ايه احسنت الله يبارك فيك اولا جنابك بالنسبة لهذه الوقائع نحن لو تحاكمنا الى الشريعة الاسلامية لو وجدنا فيها اليسر والسهول حلوة كون هو يعني يعني اربعة اشهر ويعود الى بلدي او هي تذهب اليه اه يعني هذا او ذاك خذت بالحضرتك وسق تماما كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تخو الخلوب طبعا فربنا هيعوض عليه في الانفاق عشان يحافظ على شوف يعني مثلا في حديث اثوقه في هذا المجال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في بضع يعني انزل الشهوة في بضع احدكم صدق فالصحابة رضي الله عنه يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايأتي احدون امرأته ثم كله صدق قال نعم ارأيت ان وضعها في حرام اليس عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك اذا وضعها في حلال الاسلام هنا بيهدف الى شاعة الطهارة العلاقات الطاهرة في اللي هي الحميمية وما ساعد ذلك عففة البني آدم بالضبط فلماذا نحن يعني نرفض الطهارة والناس تلقى الى الابواب الخلفية او الاشياء المحرمة في شرعنا هذا لا يجوز كنوا بقى حضرتك انه هو اذا كان سيتزوج في الغربة بس اذا ما بقول ممنوع الزواج المؤقت قولا واحدا حال يستأذن الزوجة الاولى حال ينئذن الزوجة الاولى سواء كان مقيما او مسافرا لم يرد به نص في الشرحة فقد يكون عدم علمها فيه مصلحة للأسرة حتى لا يحصل ما نسميه الصراع الأسري الصراع الأسري بس لا يضيع لحق الزوجة الاولى ولا حق الزوجة السانية ما يا هتعرف هتعرف يا مولي لانه واحد رجل كان مثلا مثلا بيشتغل في بلد ما اسمها كذا تلاقيه مراته كل 3-4 شهر يروح للبلد دي كل 3-4 شهر يروح للبلد دي بعدين لان اللي هناك في البلد دي زوجة فهمش راح يعود ليومين ثلاثة ده يروح يعود بضع أسابيع ويعود فطبعا ايه او كل شوية تلاقيه لو تبقى الزوجة الأجنبية هي اللي جات تلاقيه كل شوية يسيب البيت لضع أسابيع علشان عايش مع زوجته هي هتعرف هتعرف تمام انا هو لي ستك حاجة والستات مستهلية اه شوف هو لي جنابك هو للأسف في المرأة في البيئة العربية بالذات مع حبنا طبعا واحترامنا للجميع واحنا طبعا جزء من العرب للأسف الفلكولور اللي عند الزوجة الأولى قد تقبل أن زوجها يفعل الفاحشة ولا تقبل أن يتسول في الحلالة أنا أقول لك بس مش هعمم قد يكون هذا عند بعضهن أو عند معظمهن لا هي يعني تعين تعين على طاعة الله عز وجل الله قال في سورة العنكبوت وختم بها السورة وَالَّذِينَ جَاهَدْوا فِيْنَا لِنَهَدِيَنَّهُمْ سُبُّلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُعْسِنِينَ لما زوجها يريد العفاف ويريد الحلال ويريد الطهارة هي تعتبر هذا من باب القرب من الله سبحانه وتعالى هي صحيح أنها كبشرة هي عندها غيرة وعندها ضيق وعندها كذا ولكن هي تقدر أن ظروف رجل مغترب وساعات على فكرة سيدي ثم ياخدها معي وساعات ما أصلي فيه ظروف قد يكون مثلا فيه أولاد بيتعلموا في الجامعات قد يكون تروح لكل تلاتة أشهر يعني شوف يقنن أصلا هو لما هيروح يعد سنين فعلشان يعف نفسه هيتجوز فهيسيب الست اللي في أرض الوطن دي ما هي كده برضو هيعدي عليها الأربع شوكين إياهم أيها صحيح فهو كده ظلمها صحيح ما هو بدل ما يروح يدوز واحدة تانية وبدل ما يجيب لنفسه المشاكل دي أحد الحلول ولأجل برضو العدل والإنصاف ما هيبقى خدها معاك يا إما تستقدمها كل فترة ما ساعات بيحصل حضرتك وساعات بيتبقى فيه ظروف خاهرة لكن إلا أنا بس أريد أن أنبه عليه أو أنوه به حضرتك الإنسان يتحمل حتى لو في الإنفاق المالي حتى لو في بعض المشاعر الإنسانية في سبيل أنه يلتزم بطاعة الله عز وجل أن يلتزم بالطهارة أن يلتزم بالحلال وأيضا بننصح حتى لو إنسان اغترب وأنا جربت هذا على فكرة لأنه يعني زمان طلعت إعارطين من الأزهر مرة للسعودية ومرة لسلطنة عمان سلطنة عمان طبعا من رسالة الأزهر في خدمة العلوم الإسلامية في العالم الإسلامي فحضرتك أنا عرفت إيه معنى الاختراب وإيه معنى بعد الإنسان عن أسراته وعن أهله وعن كذا والله العظيم أنا كنت أنزل زي ما أنت تفضلت كل يعني في نص السنة أنزل أو الزوجة كانت تأتيلي حين قد تبال حضرتك فده كان أحد الحلول وأيضا كنا بنحتسب هذا أنه من باب الجهاد في سبيل الله يعني أنا ما أنا كنت أستشعر يعني المسلمين الأوائل كيف كانوا ينشرون العلم وينشرون الدعوة فكانوا يتاجرون وكيف كانوا يفتحون البلاد كطبعا جهاد الدفع مش الطلب المهم فكل ده بنتحمله ليه في سبيل أننا نحافظ على العروة الوثقة على الإسلام حتى لو قدم الإنسان تضحيات بس إحنا نشجع الناس يعملوا زي مولانا ننزل أجازة أو نبعث نجيب زوجات والله كنت بأنزل على حساب الخاص لأنها كانت الجهة اللي أنا شغال فيها هي كانت توفر الطيران أو التذاكر آخر السنة فقط أيه إنما في وسط العام على حساب الشخصي وقسما بالله العظيم كنت أنزل على نفقات الخاصة إعلاءا للشعير الإسلامية سأل ليه بقول الكلام ده وبقول ما نعمل زي مولانا علشان أنا خاطر عارف أني ساعات كده في ناس إيه مخاهي زأزأ فيتلكك يقول لك ما أنا في الغربة هو بيتلكك صحيح لعشان و تأكده في ناس إحسابه علشان و ناواتفك